حول صحيح كان في مقارنة انت عايز تعملها بينه وبين ديمبلي؟ ديمبلي دي در انا يعني وانا اعبت فرج على المطش كده صرحت بخيالي قلت انه بص العصفورة اللي كان لويس انريكي بيعملها لو كان عنده الجنبين بنفس القوة او بنفس الافيشنسي على الجون كان الوضع يبقى شكله عامل ازاي فقلت اعمل مقارنة ما بين اداء الرايت وينج في المباراة النهاردة واداء محمد صلاح في اخر مباراة لي مع ليفر بول طبعا ليفر بول ما يلعبش في دورة ابطال اوروبا فمعرفتش عامل مقارنة في دورة ابطال اوروبا وبالتالي عملتها في الدورة الانجليزي امام افرتن لو عرضنا لصورة ارجع بالذكرة خمس دقائق الورا كده لما كنا بنتكلم على تجميع اللاب والجبهة الحقيقية حلو الكلام كنا شايفين انه الارقام كلها في صالح الجبهة اليمين ده في باريس سان جرمان دلوقتي الارقام كلها في صالح الجبهة اليمين والجبهة الشمال هي القوة الحقيقية عظيم داي خلا نروح لدول ده اللي أنا المعروض قدامنا دلوقتي ده ده اتجاه التمريرات حلو الكلام اتجاه التمريرات في المباراة اللي سخلصة اللي سخلصة هنا بتاعت باريس وميلان من اجمالي عدد التمريرات 325 تمريرة احنا خلينا ده مركزين في ناحية الشمال 325 تمريرة للامام 217 تمريرة للخلف 266 تمريرة للشمال اللي هي ناحية كليانين بابي و 279 تمريرة ناحية اليمين ناحية عثمان دمبلي هل ده معناه ان عثمان دمبلي كان هو فراس الرهون لا احنا كنا بنجمع هنا عشان نفضي الناحية اليمين طيب ما تيجي نعمل مقارنة ما بينه وما بين يورجين كلوب نفس الفكر بنفس الطريقة لما نروح الناحية التانية من 700 وشوية باس في مباراة افرتن ليفربول عمل 504 تمريرة طولية للامام او اللي هي اللي بنسميها البروجراسيف باس اللي هي 10 امتار باتجاه مرمى الخصوص 504 تمريرة للامام 296 تمريرة للخلف 411 تمريرة للشمال و 388 تمريرة لليمين اللي هو الرقم الاقل طيب لما نتكلم على الناحية دي هل الشمال بتاع ليفربول في ظل غياب ساديو ماني وعدم وجود داروين نونز وبالشكل الامثل بتاعه والويس دياز مش هو الويس دياز اللي احنا كنا بنشوفه ايام بورتو هل الجبهة الشمال هي فراس الرهون بالنسبة لليفربول لا طبعا وبالتالي الرقم ده هو بص العصفورة طيب خلينا نروح بخيالنا كده انه انت عندك برندال كولومونين في خط الهجوم كمهاجم اساسي وعندك البص العصفورة متجمع على ناحيتين يعني بالمناسبة هو بص العصفورة النهاردة نجحت ليه لانه زي ما كان ابراهيم لسه بيقول من شوية لانه الطرف التاني متحجر ما عندوش الفكر بتاع ان انا افهم الطرف اللي قدامي بيلعب ازاي والعب على لعبه هو تسعي الناس اللي قاعدين على القهوة فاهمين ان هو هيجمع اللعب يمين ويبعادها شمال استيفانو بيولي مفهمش ده وبالتالي لما يبقى عندك الطرفين لما تلاعب بقى مدربين عندهم الحتة بتاعت ان انا بعرف اشوف اللي قدامي بيلعب ازاي والعب عليه لو قفل عليك اليانين بابيه لويس انجليكا هيبقى عنده مشكلة كبيرة طب لو عندنا الفكرة بتاعت انه محمد صلاح هو اكتر لاعب في الدور الانجليزي عمل بروجيسف رانز بمعنى انه شال الكورة جريب الكورة مسافة تزيد عن عشر امطار باتجاه مرمى الخصوم محمد صلاح هو تاني اكتر لاعب مساهمة في الفرص الخطيرة على مرمى الخصوم تاني اكتر لاعب في الدور الانجليزي بعد كيفين ديبروين واحد زي ده لما تلاعبه بالإفشنسي بتاعته لسه بنفس على الهدف للموسم السابع على التوالي لما تلاعبه جنب كليانين بابيه كمصدرين للخطورة مع الوضع في الاعتبار انه مفهمش نيمار انه مفهمش ماسي انه مفهمش نجم اسطوري يبقى عايز كل الكورات ليه هو اتنين بروفايلز كبار جدا في اوروبا ولكن من الممكن ان انت تنوع اللعبة ما بينهم اعتقد انه ساعتها الموضوع يبقى مختلف تماما بالنسبة باريس وساعتها باريس اقدر اقولك انها ممكن تنفس بقوة على كل البطولات حتى التشامبنزار